اشتركوا في القناة درسنا لليوم بعنوان علاقة الدول الإسلامية أو الدولة الإسلامية مع دول الجوار المحتوى المفيد للكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كتير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ علاقة الدولة الإسلامية مع دول الجوار نتأمل الخريطة ونقرأ النص ثم نجيب زي ما نحن شايفين في الخريطة الرسول بعث برسائل إلى جميع المدن إلى ملك البحرين وإلى ملك الحبشة وإلى هرقل وإلى كسرى ملك الفرس وإلى ملك الغساسنة وإلى المقوقس حاكم مصر نص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم زي ما نحن شايفين نحدد على الخريطة الدول التي أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائل يدعو حكامها إلى الإسلام طبعا زي ما احنا شفنا هذه هي الدول إلى العراق وإلى الشام يعني إلى فلسطين وإلى العراق وأيضا إلى بلاد فارس وإلى مصر وإلى الحبشة وإلى البحرين وإلى اليمن وعمان كل هذه الدول أرسل إلى ملوكها وحكامها الرسول عليه الصلاة والسلام رسائل بالدعوة إلى الإسلام طيب لماذا حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على إرسال رسائل لزعماء القبائل وملوك الدول المجاورة لشبه الجزيرة العربية السبب حتى يمهد لنشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية ويضع الحج عليهم لدعوتهم السلمية لهم وعدم اعتراضهم طريق الدعوة الإسلامية غزوة مؤتة وغزوة تبوك الغزوات التي وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شمال شبه الجزيرة العربية طبعا هي عبارة عن غزوتي مؤتة وتبوك إيش هي الدولة التي وجهت ضدها تلك الغزوات هي دولة الروم ودولة الغساسنة نبحث ونناقش الخطة العسكرية التي اتبعها خالد بن الوليد في غزوة مؤتة طبعا حيث قام خالد بن الوليد بالرجوع بالجيش إلى الصحراء ومن ثم بدل في فرق الجيش الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب ليبدو للروم أن الجيش جاء بجيش آخر وجعل فرقة أخرى من الجيش تدور في خلف الجيش بأقدام الخيول لتتناثر الرمال بشكل يبدو كأنه جيش جرار قد جاء لدعم المسلمين وإسنادهم نيجي الآن لجيش أسامة بن زيد خط سير حملة أسامة بن زيد انطلق حتى وصل إلى منطقة الجرف قرب المدينة المنورة ثم إلى منطقة خيبر وتبوك قرب الحدود السعودية الأردنية حاليا ثم وصل إلى منطقة معان قرب فلسطين حتى وصل إلى فلسطين نشاط تطبيقي نكمل الجدول الآدي الغزوة غزوة مؤتة من القائد المسلم في غزوة مؤتة؟ طبعا هو زيد بن حارثة طبعا هذا هو القائد الأول نتيجة المعركة استشهاد قادة المسلمين الثلاثة وانسحاب الجيش المسلم غزوة تبوك القائد المسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم والنتيجة هي انتصار المسلمين على الروم وعلى الغساسنة جيش أسامة طبعا اللي هو بعثة جيش أسامة القائد هو أسامة بن زيد وطبعا كان صغير في العمر في وقتها تقريبا 17 سنة أو 16 سنة النتيجة كانت انتصار المسلمين على الروم دوافع الفتوحات الإسلامية إيش المقصود بالفتوحات الإسلامية؟ وإيش هي الأسباب اللي أدت أو دفعت المسلمين للقيام بالفتوحات الإسلامية؟ نقرأ النص ثم نستنتج من الأسباب التي دفعت المسلمين للقيام بالفتوحات الإسلامية الدفاع عن الدولة الإسلامية التي كانت مهددة من الإمبراطورية الفارسية من جهة الشرط والإمبراطورية الرومانية من جهة الغرب فاندفع المسلمون لإزاحة هذين الخطرين طيب إيش المقصود بالفتوحات الإسلامية؟ هي ضم البلاد المفتوحة إلى الدولة الإسلامية سواء بقتال أو دون قتال واعتبارها ولاية من ولاياتها وتطبيق الحكم الإسلامي على المنطقة الجديدة دوافع أخرى للفتوحات الإسلامية طبعا في عند دوافع كثيرة زي رفع الظلم عن المظلومين يعني لما يكون في مسلمين مظلومين في مكان معين فبالتالي لازم نعمل فتوحات إسلامية عشان نرفع الظلم عن هؤلاء المظلومين الانخراط طواعية في الدفاع عن دولة الإسلام وتعمير البلدان المفتوحة وتحقيق رفاهية الشعوب برؤية أخلاقية دينية ونشر الدين الإسلامي والدفاع عن الدولة الإسلامية الفتية كل هذه من الدوافع للفتوحات الإسلامية مناطق الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين إيش هي المناطق اللي تم فتحها في عهد الخلفاء الراشدين طبعا في عهد الرسول كانت شبه الجزيرة العربية كلها مسلمة ولكن في عهد أبو بكر تم توسيعها قليلا وفي عهد عمر بن الخطاب شهدت توسيع بشكل كبير وفي عهد عثمان بن عفان تم التوسيع بشكل أكبر فزي ما احنا شايفين هذه المناطق اللي فتحت في عهد الخلفاء الراشدين العراق وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية وشمال إفريخيا ومصر وبلاد فارس وأجزاء من شرق أوروبا بعد أن تعلمنا أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة ما اسم ملك البحرين الذي أعلن إسلامه عقبة تلقيه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو المنذر ابن ساوى أين يقع مكان غزوة مؤتة في الوقت الحالي؟ طبعا يقع في الأردن من قاد جيش المسلمين في غزو التبوك؟ خالد بن الوليد أين تقع مدينة الحيرة بالنسبة للعراق؟ على مشارف نهر الفراد ما اسم الخليفة الذي تم في عهده الانتصار على الفرس في معركة القادسية؟ هو عمر بن الخطاب أقارن بين ردود ملوك ورؤساء الدول المجاورة لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عندي المنذر ابن ساوى أو ابن ساوي اللي هو ملك البحرين أعلن إسلامه بينما هرقل تأدب وطلطف في جوابه النجاشي أكرم رسل الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم لهم الهدايا المقوقس أرسل هدايا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كسرى مزق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وملك الغساسنة قتل مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح المقصود بالفتوحات الإسلامية هي ضم البلاد المفتوحة إلى الدولة الإسلامية سواء بقتال أو من دون قتال واعتبارها ولاية من ولاياتها أبين دوافع الفتوحات الإسلامية نشر الدين الإسلامي دون إكراه مع تخيير أهلها بين الإسلام أو دفع الجزية أيضا الدفاع عن الدولة الإسلامية الفتية التي كانت مهددة من الدول المجاورة أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتى تفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر